السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم طاجين بالبطاطة الجلبانة اللي يجي في منتهى اللبطة ورائع بجوش ديال الاسرار اللي هما كيفاش ما يتحرقش لك الطاجين ديالك وكيفاش يوجد لك في مدة اقل بطريقة اللي هي سهلة ومتوفرة في كل البيت نتمنى الى بغيت تعرفوا الطريقة تتبعوا الفيديو الاخر كنت اول مرة كتشوفي القناة كنتعوك تشتركي تفعلي الجرس باش يوصلك الجديد وما تنسى الجامل الفيديو اول حاجة غدي نشوفه معي هنا وهي العطرية اللي هندير في الطاجين عندي هنا شوية ديال الملح اللي كتبقى حسب الضوك عندي معلقة صغيرة ديال تحميرة معلقة صغيرة ونصف ديال خرق ومعرق عندي معلقة صغيرة ديال سكينج بير معلقة صغيرة ديال لبزار وشوش دروس ديال ثومة ونصف ضامة ديال زعفران اما باقي المقادر فغدي نعرضهم مع الطريقة كما كنتشوفوا قديد طاجين حتى تولى النار كي يسخن لتعلي واحد الكيمية قليلة من الزيت هنا يلتحت استعملت غير زيت النباتي ونحط عليه مباشرة القطع ديال الحم على حسب المتوفر وعلى حسب عدد الافراد ديال الاسرة ديالك كما ان كيم كليك تستعملي دجاج يعني بحل الحم بحل الدجاج هنا يا فوق الحم غادي نزيد العطرية اللي هنا كما كتشوفوا زد عليها نصف كاز ديال الماء يعني العطرية اللي عربت عليكم مرة اللولة كنزيد عليها يعني كنخلطها بنصف كاز ديال الماء ونبدأ نزيد عبر دفوعات كما كتشوفوا درت شوية على اللحم ومن فوقه غادي نضير البصلة هذا سير من اسرار الطاجين باش ما يتحرقش ليك هو انه ما تفرشيش البصلة لتحت يعني حطي الدجاج او للحم مباشرة في الطاجين صراحة ما ما يتحرقش نهائيا وهذه الطريقة عادرة عند تجريبة احتى انا في الول كنت كنزيد البصلة اااااااا نفرشها تحت من الحم ودائما كنلاحظ انه الطاجين كيتحرق ولو انه يطيب على عفية مهيلة كيلساك وكيتحرق مني والتي كنت نزيد الحم مباشرة يعني منه الطاجين ولا يعني كيجين الطاجين مزيان قطعة الخيزة يبقى اختياريين نزيد عليهم مقطعة نزيد عليهم شوية من العطرية نزيد عليها ثلاثة دفوعات ثلاثة فوق من الحم والمطرية نزيد عليها ثلاثة دفوعات نزيد عليها الحباد ونستفهم تستفهم بشكل ما يريد تزيين الطاجين يبقى على حسب الاختيار وكذلك حتى الخضرة تبقى على حسب عدد الأفراد الandan الطاجين يبقى على حسب تطوج البانا فأنتم الضغط طريقة سهلة نغطيه نغطيه كل مرة نزيده الماء يطلق الحم والخضر يطلق الماء كيف يطيب كل مرة نزيد الماء نبعد الكاميرا نضيف الأجن نضيف الماء سوف نضيف كاميرا ونضيف الكمية ونضيف ماء كاميرا نضيف كاميرا نضيف سوف نضيف نضيف تقريب الاجنب الطاجين قطع الطماطم انصف او هلالية تبقى بزرعة كما قلت لك حسب الضوء تقطعها وتضعها من فوق تضعها 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 من فوق يبقى مسألة ضوء اما المكونات ويبقى تزيين او لطريقة تقدي الطاجين يبقى على حسب ضوءك هنا في وسط الحبة اضعها حب الحامض مع المزيوة الفلفلة يجب ان اعطينا طعم طاجين ونضعها فوق البطاطا بيجب ان تضعها بنينة وبطبيعة الحال تأخذ حتى اللون كما قلت لكم هذا المال يجب ان نفل كافي انا شخصيا كن نسد عليه بالقفالة ونضعها 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 من الفوق ونضعها طعم ونضعها 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 كمية إلى تقريبا 1-4 كاز زيت الزيتون ونضعها منتعها وأنا زرقها على الطاجين فقط القطعة دعوا ورقة الزبدة فقط فوق من الطاجين من الخضراء وإن كل القفالة وتخلية استخدامها وقت طويل وانهم لا تقضى وما تستخدمها ويجبتها بالنسبة لكم وغيرها وكي يغلي كي يجيب هاتشكل هذا صراحة شي حاجة بنينة بثاف وطريقة رائعة وكنوا متأكدين انه الطاجين ديالك ما غديش يتحرق لك الى استعملتي هاتطريقة يعني حطتي الحم مباشرة فوق من الطاجين عد حطتي عليها البصلة نتمنى تجربوا هاتطريقة وتنال اعجابكم واستحسانكم وتنجح معاكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا علاجين اشتركوا في القناة